موسيقى لن تصدق الفوائد العظيمة لشرب النعنيع يفضل الكثير من الناس إضافة النعنيع لكوب من الشاي عند تناوله لأنه يتميز برائحته العطرية ونكهته الفريدة التي تعمل على تحسين المزاج وتنشيط الذهن فالنعنيع من الأعشاب الطبية التي تم استخدامها قديما لمعالجة الكثير من الأمراض عن طريق غلي النعنيع بالماء ويضاف النعنيع إلى العصائر وأطباق الطعام والسلطان لأنه من النباتات العطرية التي تضيف نكهة مميزة إلى الطعام والشراب ولكن ما هي فوائد شرب النعنيع الطبية والعلاجية سنعرض عليكم أهم فوائد النعنيع المذهلة علاج النعنيع للمغص لأنه يذيل العفون التي تتعرض لها الأمعاء ويعمل على تسهيل عملية الهضب ولهذا السبب ينصح كثيرا بشرب النعنيع بعد الأكل ومن فوائده أيضا يطرد الغازات من البطن والأمعاء يعمل النعنيع على تهداءة ألام تهيج القولون من فوائد مغلية النعنيع يعمل على طرد الديدان الطفيلية التي تتطفل على الأمعاء والمعدة عند غلي النعنيع وشربه يفيد في حالات الإسهال الشديدة الناتج من الالتهابات التي يتعرض لها الجهاز الهضمي وخصوصا علاج إسهال الأطفال يفيد النعنيع أيضا في حالات الصداع والشقيقة الصداع النصفي من يعاني من الذكام والبرد والسعال أو القحة فعليه بشرب النعنيع حيث يفضل غلي الماء جيدا ويضاف هذا الماء إلى قوب فيه أوراق ويضاف هذا الماء إلى قوب فيه أوراق النعنيع ويضاف السكر حسب الرغبة ويتم تناوله فهذه الطريقة تحفظ الزيوت الطيارة التي تحتوي على مواد مفيدة لمكونات النعنيع فشرب النعنيع يهدئ من السعال والقحة بأنوعها فهو يعمل على توسيع الشعب الهوائي عند الكحة يعمل شراب النعنيع على تخفيف آلام الدورة الشهرية لأنه يعمل على تهدئة عضلات الرحم التي تتهيج عند نزولة بويضة من المبيض خلال فترة العادة الشهرية فهو يعمل أيضا على تنشيط نزولة طمص ينشط شراب النعنيع ويحفظ من عمل القلب ونشاط الدورة الدموية في الجسم والمخ من يعاني من رائحة كريهة دائما في الفم عليه بشرب النعنيع الذي يحسن من رائحة الفم السيئة يقضي على حموضة المعدة ويخفف من الحرقة ويفضل شرب النعنيع في هذه الحالة دون إضافة السكر لمغلية النعنيع يقوي شرب النعنيع من عمل بنكرياس والكبد عند الإحساس بالإرهاق والتعب والقلق يجب شرب النعنيع الذي يعمل على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق الذي يسبب الأرق فهو مهدئ جيدا للذهن ينصح به كمدير للبول وخصوصا لكبور السن ومن يعاني من حبس وتعسر البول يحتوي النعنيع على مادة المنتول التي تعمل على تقوية الجسم وتعمل هذه المادة أيضا على معالجة أمراض الرماتذ وألم المفاصل الطريقة الصحيحة للحصول على شراب النعنيع المفيد للاحتفاظ بخصائص النعنيع المفيدة والاستفادة بقدر الإمكان من مكونات أوراق النعنيع التي تعمل على علاج الكثير من الحالات المريضة التي ذكرناها ينصح بعدم غلي النعنيع مع الماء بل يغلى الماء جيدا فقط لوحده ويضاف على عشرة أوراق من النعنيع في الكوب ويترك لمدة ثلاث دقائق ويتم شربه مباشرة ويمكن تحليته أو عدمه حسب الرغبة إذا استفدت من هذه المعلومات لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد مفيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر